وعلى جلب آخر ترأس وزير الخارجية سامح شكري باعتباره رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ ترأس الاجتماع الوزاري حول ترتيبات التمويل للاستجابة للخصائر والأضرار المناخية بصورة مشتركة مع الرئيس المعين للدورة الثامنة والعشرين لمؤتمر المناخ سلطان الجابر خلال الاجتماع ذكر الوزير شكري ما تم التوصل إليه في شرم الشيخ من اتفاق تاريخي لإنشاء ترتيبات تمويلية جديدة بما في ذلك صندوق للاستجابة للخصائر والأضرار المناخية للدول النامية كما أشار وزير الخارجية إلى أنه تبين خلال العام الجاري وجود فجوات واضحة في النظام متعدد الأطراف الحالي تتطلب إنشاء آليات سريعة وفعالة للتعامل معها وشدد وزير الخارجية على ضرورة قيام صندوق الخسائر والأضرار بامتلاك القدرة على دعم المرونة والاستجابة للظواهر البطيئة الحدوث وتوفير الدعم المباشر للحكومات والمجتمعات التي تواجه كوارث وتداعيات مناخية